بالنسبة للشرير سترس ديستربيوشن على القطاع عايزين يشوف الشير سترس ده هيتوزع على الكروس سكشن بتاع الكاميرا ازاي ده خلال مثلا لونا عندي قطاع بتاع الكاميرا وبيؤثر عليه شير فورس وانا عايزة يشوف الشير فورس ده لما يعملي شير سترس على القطاع التوزيع بتاع الشير سترس ده هابقى عامل ازاي عايزين نرسمه على شكل القطاع وكما نرسمه في 3D مبدئاً على شكل قطاع هتلاقي شكل استرس عندنا عامل كده بالظبط يعني إيه الاسترس عامل كده؟ يعني في المنطقة دي الشير استرس عالي جداً يبقى أنت فهمت أن في المنطقة دي لما يجي يحصل شير هنا هبقى كبير قوي كل ما تقرب من الطرف فوق أو تحت إيه اللي يحصل الشير استرس يبتدي إيه لحد ما يوصل زيره هنا وزيره هنا يعني أخذ بالك تاني شكل التجزيع اللي أنت شايفه ده ده مقصوب بيه أن هنا فيه شير عالي قوي الشير هنا قل الشير هنا قل لو حبينا نرسم الكلام ده في 3D واضح أن من شكل استرس هنا في المنطقة دي في النص الشير عالي جداً كأن بيحصل احتكاك كبير أو في الحتادي كل ما تطلع فوق اللي يحصل لحتكاك ده أو للشير استرس هنا يبتدي إيه لحد ما يوصل لفوق خالص يبقى بزيره ده كده أخذ بالك شكل الشير استرس ديستربيوشن لكن فاكر النورمال ديستربيوشن اللي بيجي من المومنت على القطاع بيبقى عامل إزاي؟ كلام اللي احنا أخذ ده في تصميم الكاميرات Underbending فاك يعني لو أنت عند قطاع بيأثر عليه Bending Moment هنا كنت برسمه دايماً سهم قلنا دايماً ناحية دي للسهم كان ده أكبر Tension ناحية رأس السهم ده كان أكبر Compression يبقى لو أنت عالسترس بشكل النورمال السرس اللي هانتج عن طريق البending Moment اللي بيأثر فاك يعني قلنا هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى شكله بالزبط عبارة عن مسلس فوق المعناها هنا أن ده أكبر Compression كل ما تقرب من Neutral X يقل لحد ما يوصل بزير بالزبط عن Neutral X وفاك السترس الناحية التانية هيبقى Tension برضو أكبر Tension تحت اللي هو أبعد حاجة Neutral X وكل ما تقرب يقل لحد ما يبقى بزيره بالزبط عن Neutral X وخبالك ده Normal Stress مش Shire Stress الشير السرس كان بيبقى اتجاهه موازيل القطاع لكن Normal Stress اللي أفتكر بيبقى عامودي على القطاع سواء Compression أو Tension يعني هيبقى شكله في 3D عامل كده بالزبط إن أعلى Compression عند السطح الفوق وأعلى Tension عند السطح اللي تحت